دخلت سنة كامل الكروم كان 81 مظبوط 81 عادت في الكروم قدي ايه عادت في الكروم لحد بص اللي عبت حضرك 81 لعبت ثلاث شهور في فرق الناشين وبعدين اتسعطت الفريق الاول الفريق الاول ما كانت مجاملة والفريق الاول كان مسكه الله يرحمه كابتن فتح النحاس وكان مساعد ليك كابتن عدي الاحب يعني الكابتن محمود بكر الله يرحمه ما خيشي ليه اي حاجة خالص في النادي لا هو وجهة نظره بعد كده لما والدي بقى 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 هو كان في النادي الولمبي لما لاحظ كان درياء صحابه كلهم ويقعدوا في النادي قال له شفت انا كنت ببص لبعيد فضل مجالس بقى قال له انا عشان كده مرضيش اخده انا كنت حاسس انهم ولي مسابق الوالد ختم حياته كروية في النادي ايه النادي ترامب هو لعب لتوتيلي السكة الحديد ولعب لكروم لا لعب السكة الحديد ولعب للزمالك لعب للمحلة لعب المصري بورسعيدي سنة وختم في الترامب ده واخدت كل المحطات كده مويفش فروحت بقى السمريط في الكروم وكان مساعد المدرب عدي الأحمد اللي هو خالك اه بس هو حتى لما روحت الكروم كان من ورى والدي برده من ورى والدك؟ من ورى والدي لان هو كان معايدني ان انا بعد السنة لانتعملت مشاكل مع خالك ومع الوالد بقى لان مع امي الله ارحمه وكان اي حاجة انا اعملها ابويا يخبط في امي انت مكعبي لبفر حاجات كتيرة فضل وكان يقول لي بعد السنوية العامة خد السنوية وخليك تلعب كورة جات السنوية العامة فقال لي لا بص بقى انا بقى مستني يقول لي يروح اي نادي ألعب أشوف الخبر نفسي فجي بعد السنوية العامة قال لي لا بقى بعد السنوية قلت له بعد السنوية انا بعد السنوية اجيب بوب ويشيلني انا هعتزل بعد السنوية يبقى عندي ثلاث عشرين اربعة عشرين سنة فقال لي هو كده فالمهم ادخل خالي جامد المرات عاد الأحمد قال له لا يتمرن مرضيش والدي مرضيش خالص كان قافل ليه كده كان قافل جدا عشان موضوع دراسة عشان هو اللي هو شافه مش عادة كده هتشوف بس جي ابن خالي دوت ابن خالي كمان قال لي كان بقى وصل 18 سنة بيقع في الكروم 18 سنة قال لي تعالى اتمرم معا فاليوم ده هو والدي في الشوك والكروم كان درجة اولى كان الكروم درجة اولى فلا ما كانش درجة اولى في السنة دي كان درجة تانية اه كان درجة تانية روحت تحت 19 سنة من ورا والدي نزلت واتمرنت معاهم يوم وقالوا لي تاني يوم في ماتش في العمرية عندنا في اسكندرية ايو 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 فالمهم برضو ما قلتش لوالدي ان انا روحت الكروم هم بيقاش موجود كان بيبقى في الشغل وكان بيجي الساعة ثلاثة وشوية وانا بنزل الساعة واحدة ووالدتي كانت بتغطي علي الله الرحمن كانت تقول له مثلا مع اصحابه نزل الشارع نزل نازل وابقاله من الصفر والدي كان عنده عادة او احنا في اسكندرية عندنا كانت عادة قديمة زمان لما والدي بيجي من الشغل مثلا الساعة ثلاثة نتغدى ثلاثة ونص وينام وينام يسحى الساعة ستة ستة وشوية اكون انا جيت ايه بالضبط انت فيني ايمن اه بنت عند البقال هنا بجيب حاجة دا يعني ايمن متاحتي ايمن مع اصحابي كده يعني فلما روحت وتاني يوم قالوا لي فيه ماتش فقول طيب بس العمرية ده حاجي متأخر فقولتي قالت لي غلاص مش مشكلة انا ايه هقول له ان انت مع اصحابك رحت الماتش بتاع العمرية ده كل اللي انا فاكره ان انا لعبت تلت ساعة او نص ساعة بس ما كنتش كويس واتخبطت في دماغي وانا فوقت على ان انا كنت في السرير في السرير في البيت وكان الولد نايم بقى الوقت وكان الولد نايم اه محدش حاس الحمد الله رب العالمين بس بعد كده عرفت ان انا اتخبطت في دماغي وقعت وضغت وروحوني البيت مكملتش الماتش بقى مكملتش الماتش بس فوقيت بعد كده تاني يوم ان برضو ابن خالي بيقول لي ده هو اعجب بك المدرب وعايزك توقع السمارات مع ان انا لو كنت متذكره ان انا ما عملش ماتش او تلسع لانا عبتامه ان ما شاف عندك حتة لعب الكورة فحاولنا بقى في اللحظة دية الفرقة دية ان امي تتدخل مرضيش كلمنا بقى خالي عادل جيه وهو اللي تمسك فقال له لو حصل له حاجة في الدراسة انت اللي مسؤول اه ووالدي كان شديد جدا نعم فانا كنت الان بس من حتة ان انا فعلا تأثر على دراستي ان انا كنت في كوليتر بياريا دية السكندريا السكندريا وكوليتر بياريا دية كانت لازم فيها حتة الموازبة عملي الموازبة اه وفيها عملي كمان اه طبعا فحضوره لازم تحضر فطبعا اول سنة ما رايبت فيها كورة ما كنتش قادر ان انا اوازب على طول بين الكلية وبين النادي كورة بالتدريب وخلص كلية بسرعة وبعض الايام اروح على التدريب بسرعة وبعض الايام بيبقى في مباريات ما بقدرش اروح للكلية بسيب محاضرات المهم اول سنة فعلا زي ما والدي كان متخوف سقطت على مادة سقطت على مادة اه كانت ثلاث مواد يعني سقطت ثلاث مواد فكان فيه مادة كان ممكن اعدي فيها وعدي بعد كده مو الحقيق طب اوما في الكلية بخشافين انت بتلعب في الكروم كان يعرف اوه بس وما حديش ساعدك في اي حاجة فيه ناس ساعدتني وفيه ناس كانت تقول لي ده مستقبلك برضه يعني بعض الدكاترة متفاهمين نعم والبعض الاخر يعني بيبقى ورده خايف على مادته عايز ان انا اوازب لان برضه يعني مفيش مجملات اول ايو ايو بس فطلعت اول سنة سقط كنت سنة كام اولى ولا تانية كنت سنة تانية سنة تانية سقط سقط سنة تانية خدتها بسنتين ايو فطبعا والدتي خدت نصيب يعني هو كان عايز انا قلتلكم وانا عاملكم وانا 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 واخوكي ومش اخوكي ايه القرار اللي اخده بقى في اليوم ده مقدرش تاخد قرار السبب بسيط السنة دي كان نادي الكوروم انا تساعدت فريق اول بعد ثلاث اربع شهور اه نادي الكوروم كان وصل لمرحلة دورة التراقي للدرجة الاولى الدوري ممتاز اللي هم الاربع فرق اللي بيلعبوا ده ايوه بالضبط اه فانا طلعت معهم لعب كنت اصغر واحد في فريق كان عندك عشرين سنة ساعتها كان عندي سنة بالضبط سنة كانت اتنين وتمانين اه كنت نسا ما كملتش عشرين سنة عشرين في سعتاشر وشفاي انا ما كنت هداف الدوري في المرحلة دي انا دخلت على طول على التراقي التراقي لعبنا ثلاث ماتشات انا جبت فيونجولين كويس اه واتأهلنا لعبنا القناة في الفاينال وصبنا دربات جزاء وكسبنا واتلعنا دوري ممتاز كويس فهو بقى بين نارين يعني قاعدني يكمل ولا ما يكملش ولا الدراسة يعني بقى كانت دور عليك انت بقى انت اللي يتحدد بقى اه فانا قلت له هو انا اللي سقطت علشان الحضور والانصراف اه قاليه طب ما انت اصلا ده انت لسه ما وصلتش تلعب في دوري ممتاز وسقط وانتو طلعبوا درجة تانية في مادة كو ده هو خايف عليك اللي حصله مش عاوزوا يحصل لك بالزر بالزر وانا عايز اعلعب بس هو برضه قاعد يحسب يعني ممكن اعدي وفي نفس الوقت الفرصة دوري ممتاز والفرصة هتبقى كبيرة بالنسبة لي ان حد يشوفني وان انا اكمل ويعني بفي تطوير ايو 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 بس بعد طلعت بالمادة سنة تانية ومعنى ما فيش حد كان بيصد في كل التربية تغضينا بستغرب ما انت بتقول الكلام ده بقوله. انت بات خايب أولا. حضور وانصراف. أنا حضور وانصراف والله كب. حضور وانصراف. اه والله. وبدأت دور الترقي واطلعت خلاص درجة أقولها ممتاز. أقعدت في الكروب قدي ايه بعد كده؟ بص الموسم الأولاني اللي هو موسم 82-83. كويس. كويس. كنت أنا معجب لو تفتكر حضراك بباولو روسيا. طبعا. ايطاليا. فكان بيلبس عشرين. اه. فقلت الفنين اللي دي حلو وشكلها حلو. يعني وشها حلو. وممكن إيه؟ ألبسها بفريل أول وأول سنة ده دي ممتاز معي. مع الكروب. اه. وفعلا كان وشها حلو. ما جيبش ولا جول. ولا جول تطول السنة. خالص. ولا جول. وشها حلو. فقلت لا أغير السنة اللي بعدها. غيرت فعلا. وبعدين لبس بقى الرقم الحلو بتاع حضرتك. رقم كم؟ رقم سبعة. يعني لا. وفيش أحلى من كده. وفيش أحلى من كده. وفيش أحلى من كده. اه. لها سنة 84. اه. سنة 84. موسم 83 و 84. 84. خدت هداف الدوري المصري. بصوا العدد الأهداف قليل. بس كمان عدد الماتشات اللي أنا لديه قليل. يعني أنا جبت 8 أهداف. فيه 13 مباراة. يعني معدل جول الربع كله مباراة. تقريبا. يعني تقريبا يعني. وكنت بقى العب في نادي صغير. بص. يعني طبعا نادي الكوروم. الفترة دي بالنسبة لي. هي اللي طلعتني بعدك. أكيد أكيد. طيب مين من القيبة كم تلعب معك في الشارع. ودخل معك نادي وكمل بقى نجم كبير وانت لسه ما وصلتش. ما فيش حد. ما فيش حد. لا. ما فيش حد. ما فيش حد.